السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انتم تكونوا بافضل حال واتم صحة ارسنال بتعصر في ارضية الانفلد بتعادل قصاد فريق ليفربول 2-2 في المباراة تقدر تقول ان فيها الفرقتين خسروا نقطتين لانها لا فادت الارسنال في سباقه للصدارة ولا فادت حتى ليفربول في انه يلحق بركب دوري ابطال اوروبا في المباراة كانت ممتعة لاخر دقيقة منها وانت عموش على بعضك وبتقول فيه هدف من هنا او هدف من هنا من ارسنال او حتى من ليفربول فالله بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن تعادل ارسنال وليفربول المباراة دي بالذات كان مشجع الارسنال خايفين منها اكتر من اي مباراة قادمة على الرغم من ان زي ما قلتلك قبل كده هم دخلين على مباراة صعبة جدا والمباراة الجاية كلها لحد نهاية الدوري هي مباراة كقوس يا اما مع فرق قوية جدا في الدوري الانجليزي او فرق بالصارع على الهبوط ليه خايفين منها لاني مباراة دايما مع فريق ليفربول في ملعب الانفلد ما بتبقاش احسن حاجة بالنسبة للارسنال وبالتالي بيلاقوا في النهاية ان هم بيشيلوا سكور او ان هم بيخسروا في المباراة بتاعتهم مع الانفلد فده كان الخوف ليه يا معلم لاني مع التعادل اللي حصل ما بين الارسنال وما بين فريق ليفربول المستفيد الوحيد هو فريق السيتي لاني دلوقتي الفارق اصبح ستة نقاط ما بين الفرقتين مع فارق مباراة للسيتي واللو افترضنا ان هم فازوا فيها يا معلم يبقى كده فارق تلت نقاط بين وما بين الارسنال ومع تبقي مباراة مواجهة مباشرة ما بين السيتي وما بين ارسنال على ملعب الاتحاد واللي هو برضو مش من احسن الملاعب اللي بيرح لها الارسنال وبيتزورها الارسنال فهنا سيبقى فيها كلام كتير لو تفوق السيتي سيركب الدوري بفارق الاهداف بين وابين الارسنال وطبعا هو يبقى سيناريو حازين جدا بالنسبة لجماهير الارسنال ان انت من بداية الدوري متصدر الدوري والحد جوالاته الاخرانية وتلاقي ان الحلم ده بيضيع منك فعشان كده الارسنال مطالب والضغط تحط كبير جدا بعد المباراة دي عليهم ان هم ميغلطوش اي غلطة في اي مباراة ويحاولوا كمان في مباراة السيتي ان هم يخرجوا منها سالمين سواء بالتعادل او حتى بالفوز عشان يقدروا يكملوا ويثبتوا ويستعيدوا السيقة مرة تانية في ان هم يقدروا يخلصوا الدوري وبفارق مريح عن السيتي المباراة اللي ابتداها فريق الارسنال بسيناريو قوي جدا بان ان انت تقدم بهدفين في اول نص ساعة من البداية كان واضح ان فريق الارسنال بيضغط على فريق لفربول ومش بخليه عارف حتى يطلع بالكورة وده كان واضح فعليا على فريق لفربول ان هم مش قادرين يطلعوا بالكورة وده يوضحه لك رجوع الكورة كتير اكتر من مرة لالسن ولعب الكورات الطويلة كمان كان الدفاع بتاع فريق لفربول مساعد فريق الارسنال بالتمركز اللي ما كانش جيد تماما على مستوى الشوط الاولاني واللي ادى الى هدفين بالنسبة لفريق الارسنال بس ما نقدرش نبخص ايضا قوة الارسنال اللي ابتدى بها والمساحات اللي كانوا عاملنا هاجمة عادية في دقيقة تمانية وهي معلم احد السينياريوهات اللي بيلجأ لها فريق الارسنال في انه هو يتخطط دفاعات اللي هي الوان تو ومين احسن اثنين يعملوا لك وان تو ساكا واؤيجر ساكا اللي بيدي الكورة لاؤيجر دو بيجري ياخد المساحة ويهاجم المساحة واؤيجر اللي بيروح لعب له الكورة سرو باس ولكن يطلع عمك فاندايج في النص ويقول لهم عنوكم انتو يا رجالة لا 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 ما حدش هنا يدي سروهات ولا يعمل بيانيات ولا اسست انا اللي حدي اسست على طول لمرتنيلي هو بصراحة حاول ان هو يطلع الكورة وما بلموش في هذه الكورة حاول يطلعها ولكن من سوق حظه انها راحت لمرتنيلي مرتنيلي اللي عرفي سيطر عليها ويحطها باسل سهولة في المرمى مع الدربكة اللي كانت حصلة من مدافع الارسنال وتصبح النتيجة واحد سفر بداية الفريق اللي قصادك وهو اللي حيجري ورا النتيجة لكن ما بنشوفش فيه اي ردك فعلي بالنسبة لفريق ليفربول وتحس ان ليفربول جاي يقدي مباراة والسلام يا جماعة انا معاكم في الدوري خلصونا الدوري ده انا عايز اخلص مطشاطي ونبتدي الدوري الجاي على نظيف بقى لا في بطولات اوروبية ولا اي حاجة العب محلي اشوف فرقتي عايز ايه اجيبه في الصيف وابتدي اركز في المحلي فقط لا غير عشان كده كنت شايف ان فريق الارسنل هو اللي متحكم في رتم المباراة وهو اللي قادر يسيطر على المباراة حتى ولو كان الاستحواز في ناحية فريق ليفربول لانه استحواز سلبي استحواز في الخط الخلفي بالنسبة لفريق ليفربول لانه زي ما قولنا هم مش قادرين يبنوا لعب لقدام فبتلاقي الكورة بترجع كتير وبيتنقلها خطوط الدفاع بينهم ما بين بعض ويأتي الهدف الثاني بالنسبة لفريق الارسنل في الدقيقة 28 الكورة الطويلة في ظهر ارنلد اللي ما بيغطيش وراه تماما ولا بيبص هو مين اللي بيجري وراه ولا مين اللي في المساحة اللي وراه ولا حتى ايه هي المساحة اللي وراه عشان يخدها مارتينيلي الراجل بكل اريحية ويلعب عرضية حلوة جدا على رأس جيسوس ويأتي الخطأ الثاني في التمركز من مدافع فريق ليفربول وبالاخص فان دايك دولا الاتنين بصراحة بالنسبة لي هما مصايب فريق ليفربول ارنلد وفان دايك ليه تقول لي طيب فان دايك ما انت ممكن تقول ان اللي متأخر كان روبرتوسون هقولك لو الكورة دي ملعوبة لساكا او ساكا اللي جاي استلم اكلمك واقولك روبرتوسون لانه حيبقى جايب من جهة روبرتوسون ومؤكتر واحد شايفه وحاسس به هو روبرتوسون ذات نفسه لكن ده المهاجم بتاع فريق الارسنل فمين المان بتاعه على طول مباشرة في اللقطة دي هو فان دايك فان دايك اللي حاب يقدم سنة ويحاول ياخد الكورة بطوله ولكن ما نجحتش الفكرة دي بالنسباله فبالتالي راحت على دماغ جيسوس اللي بيحطها بكل اريحية في المرمى وتصبح الهدف التاني عاب فريق الارسنل في الشوت الاولاني حاجة واحدة فقط لغير انه هما لما يصلوا لنهاية الشوت الاول او شرفنا على نهاية الشوت الاول الفريق هدى من رتمه الفريق سابق كورة بزيادة لفريق ليفربول وابتدى يتراجح حتى ما بيضغطش عليهم انه هو يستخلص الكورة ويهاجم فريق ليفربول تاني ويسعى للهدف التالي باعتبار ان الشوت الاولاني في نهايته وان احنا ما نشوفناش اي بادرة امل من فريق ليفربول انه هو ممكن يعمل حاجة عشان تجيك الكورة من حيث لا تحتسب هجمة من ناحية الشمال بتاع فريق ليفربول بتروح عندي يونز اللي بيلعب الكورة عرضية داخل منطقة الجزاء عشان يلمسها هندرسون وتلاقي صلاح في وشها اللي بيحطها في المرمى ولا يستطيع فيها رمز ديل نجم المباراة انه هو يعمل حاجة التراجع ده كان المفترض ان انت في الشوت التاني لا ترجع تلعب زي ما كنت بتلعب ترجع تلعب بالضغط العالي بتاعك او حتى على الاقل تعمل ميت بلوك بالنسبة لارتتا لكنه نزل الشوت التاني زي ما انهى الشوت الاول خوفا وعايز يسير النتيجة خوفا من ان ليفربول يسجل فيه الهدف التاني وبالتالي المباراة تفتح منه او لعبته ما تقدرش تعود فيها فحاول انه هو يقلل المخاطر دي بانه يكنز فريقه ويخلي على طول الخطوط متقربة وانه يتراجع للخلف فبالتالي مع البلوك اللي هو عامله لن يستطيع فريق ليفربول انه هو يقدر يهاجم فريق ارسنال او يسجل فيه مرمى مع حارس مرمى جيد جدا لكن الموضوع ده ضرب وش ارتت على طول مباشرة لانه لما ادى المساحة لفريق ليفربول انه هو يبني بقى كل مشكلة ليفربول هي التلت الهجومي ازاي هنخلص الموضوع وازاي نوصل فيه ومع المهارات اللي موجودة عند فريق ليفربول قدر يوصل باكتر من مرة وتقلق رمز ديل في اكتر من كرة في الزود على المرمى وإلا كانت النتيجة تعادلت بدري بدري فريق ليفربول على ما اذكر انها كانت روكنية وتلعبت الكرة وتطلع وترجع ثاني وتنزل مبين جدا ومبين هولدنج وطبعا فرق زكاء اللعيبة هنا فقط لغير هو هولدنج ما اعملش فاول بمعنى فاول او ما ساعاش ان هو يعمل الفاول لكن هنا جدا لبسهله بان الكرة كانت اقرب له وهو حط جسمه كويس وحال بين الكرة ما بين هولدنج فبالتالي هولدنج لما حاول يوصل للكرة كان لازم ياخد جوتة في وشه عشان تبقى ضربة جزاء بالنسبة لفريق ليفربول عشان يحطها محمد صلاح خارج اطار المرمى في ضربة الجزاء التانية اللي ينفذها بنفس الشكل ده دي كانت ارضية وبرى الاطار واللي قبلها بتاعة برنموس اللي حاب يحطها في التمانيات وبصراحة انا شايف ان محمد صلاح في الاوينة الاخيرة بجاء يلجأ للركن بتاع الكرة اكتر منه قوة كنا نرى صلاح ليس دايما بيركن الكرة او ما بتتركنش في اقصى الزاوية لكن بيستخدم قوة فيها فبالتالي بتبقى صعبة على الحارس ان هو يجيبها لكن حاليا بحس ان محمد صلاح اللي هو نظام انا عايز اجيبها في العرضة تخبط وتخش تخبط وتخش اللي هو الحارس يسف في التراب وياكل ان يجيلي عشان يعرف يجيب الكرة دي وفي الاخر ما يجيبهاش فبالتالي بتلاقي الكرة بتطلع بورا كان متوقع ان دي تبقى اللحظة الفارقة بالنسبة لفريق الارسنل وان هو يعود في المرماء يعود في المباراة وبالتالي قد كان لقينا ان الارسنل بيضغط عالي الارسنل جات له فرصة او فرصتين ساعتها ولكنه ما كملش يا معلم الفرص مجدش مشغال يا عم الشيخ مشغال يا مولانا ارتدتها ارجع تاني يلا ارجع ورا اقعد مع رامز ديل عشان رامز ديل بخاف يقعد بالليل واحده في منطقة الجزاء فبالتالي تراجع تاني فريق الارسنل ساب المباراة لفريق ليفربول اللي حاول في مرة واثنين ورامز ديل شايله يمكن اربع خمس فرص لحد لما جاء الهدف اللي ابكازت شينكو ابكازت شينكو لانه يعني كان بيقولك يا عم طب كنت بدلتني قبل الهدف يا معلم قبل ميه كان يعني الكوبري ده دخلت في تيرني وتلعبت الكورة عرضية وتحطت جون ما لنا بالموضوع ده وهنا هعيب على كلوب في حاجة واحدة يمكن نزول مثلا لعب زي تياجو الكنتارا وليه وقت كبير كان واضح ان النزول ده مقصود منه توزيع اللعب بالنسبة لفريق ليفربول وان انا انظم مجهوداتي وان يبقى فيه عقل مدبر ليه يعرف يوصلني كويس بدل ما انا بلاقي ان اللعبة بتحتفظ بالكورة زيادة على اللزوم بلاقي ان انا لازم استنى اللاعب الفلاني عشان يجريلي ومعرفش ايه لا ده حينظم للعب وكده وانا مش معترض على النزول بس بصراحة انا شايف ان النزول فيرمينيو كان متأخر نزول نونيز مكان جوته ده تبديل حلو جدا نزول فيرمينيو على الرغم ان هو تغيير كان فيه مخاطرة وانا اول ما شفت التغيير قلت انت كده يا معلم ملطت خط النص يعني اي هجمة من فريق الارسنل مش هتلاقي حد قدامها لان فابينيو هو اللي كان بيكسطر هجمات فريق الارسنل لكن في نفس الوقت هي زيادة عددية ومخاطرة مطلوبة بالنسبة لكلوب خصوصا ان هو عايز يلحق المربع الزهبي يمعلم ويحاول ان هو يعمل حاجة وصد فريق غلبه على ارضية ميدانه وما ينفعش ان هو يبقى غلبه كمان في الانفلد تبديل تأخر ولكنه في الاخر قدر ان هو يأتي بأكله مع كورة عرضية سم من ارنلد بيحطها في هدو فيرمينيو وتصبح النتيجة اثنين اثنين وبنشوف فرص من الجانبين كانت ممكن تنهي المباراة زي الكورة اللي لعبها مارتينيلي اللي ساكل اللي كانوا 3 على واحد ولكنه لعبها طويلة شوية فقدر ياخدها أليسون او كورة كوناتي النحية التانية اللي اعتقد ان هي كانت افصيد اصلا على نونييز قبل ما يحطها الكوناتي اللي تقلق فيها رامز ديل رامز ديل اللي لو قدروا ان هم يحرزوا الدوري اعتقد ان الحارس ده بالذات هو ممكن نقول عليه نجم فريق الأرسنل الموسم الحالي وفي المباراة دي تحديدا ان هو ابقى على الأرسنل بنتيجة التعادل على الرغم من انه تعصر وعلى الرغم اللي قلناه في البداية ان السيتي ممكن ياخد الدوري بفارق الاهداف من الأرسنل لكن يجب اعطاء كل حق زي حق حقه رامز ديل فعليا هو نجم المباراة الاوحد من فريقين الصعوبة بتاعت الدوري ما بتقفش هنا ويمكن هتزداد صعوبة بالنسبة للأرسنل وبالنسبة للسيتي حتى في المباريات القادمة الفرقتين طلعين يلعبوا مع فرقتين بنفسه على الهبوض فريق الأرسنل حيلعب خارج أرضية ميدانه معه استهامه واستهامه لكل الفرق اللي تحته على الرغم من انه هو في المركز الاربعتاشر تقريبا او المركز الخمستاشر كل اللي تحته هم اقل منه في النقاط وهو اقل منهم في المباريات فيه عدد كبير تلاتينات ولكن هو فارق بينه ما بين مناطق الهبوض تلات نقاط وبالتالي هو محتاج المباراة اللي حتكون قصاد الأرسنل وده درب لندن حيكون صعب جدا اما النحية الثانية فالسيتي زي ما شفنا تعامله مع ساوس هامبتون وازاي قدر انه هو يتفوق حيلعب لستر سيتي الضايع تماما واللي ممكن يعينه جيسي مارش على مباراة الستي اللي ايه هو اللي بيدرها بس حيلعب في أرضية الاتحاد فعشان كده مفيش اي حد في الاتنين مستعد ان هو يخسر نقاط والمباريات اصبحت مباريات كؤوس بالنسبة للأرسنل او بالنسبة للسيتي حلم الدوري اللي عاد بالنسبة لجوارديولا واللي ممكن نقول اصبح في اقدامه اكتر ما كان في اقدام لاعبي الأرسنل في الفترة السابقة في النهاية ده كان كل اللي عندي عمطش ليفربول والأرسنل والتعادل اتنين اتنين قل انت بقى ايه اهم حاجة قدت لللي احنا شفناه النهاردة لعودة ليفربول او لتفوق الأرسنل في البداية اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ده ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته